أعلنت إدارة شرطة السير بمحافظة لحج بقيادة العقيد قحطان أحمد القطيب عن بطء العمل باللوحات المعدنية الجديدة التي تحمل شعار لحج المنارة كبديل للوحات المؤقتة السابقة وأهابت الإدارة بكافة مالكي وسائقي المركبات من مختلف الفئات للتوجه إلى مقر شرطة السير في لحج لاستكمال إجراءات الترقيم وفقا للأنظمة الجديدة وأوضحت أن على مالكي المركبات المجمركة التي تحمل لوحات مؤقتة سابقة عليهم سرعة استبدالها باللوحات المعدنية الجديدة كما دعت السيارات المجمركة إلى التي لم تقيد بعد في سجلات المرور لاستكمال الترقيم لضمان تسجيلها بصورة قانونية وأشار العقيد قحطان القطيب أنه يتعين على مالكي المركبات غير المجمركة المرقمة بشكل مؤقت وغير المرقمة عليهم الإسراء في استكمال إجراءات الجمارك وفقا للقوانين المعمول بها ونبه إلى أن الإدارة ستبدأ في تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لحجز أي مركبة تحمل لوحات مؤقتة ابتداء من بداية العام المقبل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وأكد القطيبي أن هذا القرار يأتي في إطارة عزيز الأمن المروري وتنظيم داخل المحافظة